بداية توفي أربعة أشخاص عقب ارتفاع منسوب مياه وادي الدالية ببلدية باب العسى بولاية الامسان حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية منتصف الليل وخمسة عشرة دقيقة على إثر نداء جراف سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم سبعة بسبب ارتفاع منسوب مياه الوادي قبل أن يتم انتشال جثث الضحايا الأربعة وتحويلهم لمصلحة حفظ الجثث